أسألكم الأول على جواز الكافة النهاردة رأيك فيها أي شكل عام الأول أنا عايزة أسأل سؤال هو مين اللي بيقايم في الكافة؟ حيله من عشان أقدر أقول ده صح ولا غلط لا ما بتنقلش كده بقى كمان هو المعيير بتاعت الجواز ما هو مين وبعد كده مين ده هنقول إيه المعيير؟ بالضبط كده هو أنت النهاردة لازم تعرف الشخص الشخص ده برضو يجب وفيها صحفيين وفيها ناس خبراء هم اللي بيختاروا ده مفهوم بس إيه المعيير بقى؟ يعني أنت لما بتنقلت تختار أفضل لعب في العالم يقول لك الله معيير بطولات معينة إنجازاته المعينة اللعب المنظيف في التفاصيل الكثيرة الأرقام؟ أي المعيير بقى يعني عشان بس لما تنقلت تختار مثلا بكتور أسمن أفضل لعب النهاردة أقول والله يضع طبقا لمعيير الكاف فهو اختيار سليم هنا أنا ونانا في حرس منشستر رونيت خلي بالك حتى أنا وصديقي يعني بنتكلم وانا جاي فبنتكلم عدنا نضحك يعني ونانا ده انت لو بتحط مثلا تشكيل الإسبوع في الدورة الإنجليزية مش هتحطه أصلا آه ونانا كوارث يعني كوارث فالمعيير أصلا في حد ذاتها تحس نفاع خلل فبالتالي أنا شايف أن الهالة الإعلامية على الجوائز دي كلها مش كبيرة قوي صح ليه؟ لأن المعيير كلها فاخت تنال كبير جدا صح فأنت النهاردة طالما ما فيش ما فيش أنا بقول دايب أن الجوائز الكاف بتفكد كل متى سنة ورا سنة يعني ده حقيق النهاردة حتى لو لو أنت بتتفرج لا ما فيش حضور كبير قوي حتى اللاعب الكبار مش مهتمين جدا حتى عالميا الموضوع مش واخد حجمه زي ما احنا متخيلين دايما عشان كده أفضل أقول لك أفريقيا فيها كوارث أفريقيا فيها كوارث وصدقني احنا دايما بنتكلم على مصر لا الدوري لا التأجيلات لا فيه سالبيات كتير بس انت جزء من منظومة بحالها برضو مش عارفة تدير شكل كبير لا والله الحاس ان احنا منظومتنا احسن من منظومتك كاف احسن طبعا عشان كيف أقول لك احنا حاجة مصدر شوف احنا بنقول كل العيوب دي بس احنا احسن بالنسبة لللي بحصل ده لا احنا في حتة تانية مفروض بقى عندك حق